بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في باب قول الله تعالى وَلَاِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهِ الآية قال وَعَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرصا وأقرعا وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لون حسن وجلد حسن قال أي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصرة قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شعاتا والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته يعني جاءه أبرص الملك صار أبرص وجاء إلى هذا الرجل في صورة هذا الرجل نعم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال يعني وليس لله فضل في ذلك نعم قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ لأن الملائكة عليه السلام يتشكلون بأشكال أقدرهم الله عليها نعم قال وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهِيئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَادَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَادَا فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فاخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه نعم وهذا الحديث فيه هؤلاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى الأول منهم أبرص فرد الله عليه جلدا حسنا ولونا حسنا والثاني أقرع ليس له شعر في رأسه فرد الله عليه شعر رأسه وتجمل بالشعر في رأسه والثالث أعمى رد الله عليه بصره رد الله عليه بصره وأعطاه غنما وفقا لطلبه أعطاه الغنم فالله أراد أن يختبرهم فأصاب هؤلاء أصاب الأول بالقرع في رأسه حيث لا ينبت له شعر والثاني ابتلاه الله بالبرص أزال شعره نهائيا فصار شعره لا صار رأسه لا شعر فيه يجمله والثالث الأعمى فاقد البصر فالله جل وعلا ابتلاهم ابتلا هؤلاء فأعطى لما جاءه الملك مسح برأسه لما جاءه الملك قال أي شيء تحب قال أن شعر رأسي أن يزول ما بي من القرع فمسحه الملك مسح رأسه وعاد إليه الشعر وتجمل به والثاني الأبرص الأبرص مسح الملك رأسه فرد الله عليه اللون الحسن والثالث الأعمى رد على الله عليه بصره فجاءهم الملك في صورة محتاج جاءهم الملك في صورة محتاج يسألهم من الأموال التي معهم قال الملك للأول أسألك بالذي رد عليك شعر رأسك بعيرا تبلغ به يعني يسير عليه في سفري فقال له صاحب الإبل الحقوق كثيرة يعني لو أعطيت أعطيت الثانين والثالث والرابع فينفد المال بزعمه وقال صاحب البقر إنما أوتيت هذا المال على علم عندي على علم عندي بوجوه المكاسب فهذا المال من كسبي وليس لي أحد فضل فيه كابرا عن كابر كابرا عن كابر ورفت هذا المال كابرا عن كابر وليس لأحد علي فضل فيه وقال الأعمى قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك أجهدك على شيء أخذته لله عز وجل فكان أحسنهم مقالة شاكرا لله على نعمه فقال لهم الملك إنما ابتليتم بهذه الأسئلة رضي الله وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك الأقرع والأبرص لأنهما جحدا نعمة الله عليهما وهذا منافل للتوحيد توحيد الله عز وجل والأعمى رضي الله عنه لأنه اعترف بفضل الله عليه وهذا من التوحيد ومن العقيدة الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى نعم قال الشارح رحمه الله في كتابه فتح المجيد قال أخرجاه أي البخاري ومسلم والناقة وهذا ما اتفق عليه الشيخان هذا صح الأحاديث نعم والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل نعم وقوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها والناتج للناقة كالقابلة للمرأة نعم قوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها وهو بمعنى أنتج في الناقة فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد لكن هذا للحيوان وذلك لغيره نعم هذا الناتج والتوليد هذا للحيوان والثالث القابلة القابلة هذا لبني آدم نعم وقوله إن قطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي إن قطعت بي الأسباب نعم الحبال في الشرع هي الأسباب التي يتوصل بها إلى المطلوب نعم قوله لا أجهدك ما ناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي ذكره النووي نعم لا أجهدك يعني لا أشق عليك بشيء أخذته لله عز وجل نعم وهذا حديث عظيم وفيه معتبر فإن الأولين جحدا نعمة الله فهذا محل الشاهد من الحديث نعم وهذا حديث عظيم وفيه معتبر فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقر لله بنعمة ولا نسبا النعمة إلى المنعم بها ولا أدى حق الله فيها بنعمه فحل عليهم السخط وأما الأعماء فاعترف وهذا فيه معتبر للذين يتكبرون بأموالهم ويظنون أنها من كسبهم وكدهم ويجهدون فضل الله عليهم نعم وأما الأعماء فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب فيما يحبه المنعم نعم أركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها وهي الإقرار بالنعمة نعم ونسبتها إلى المنعم الإخرار بالنعمة أنها من الله لا بكده ونسبتها إلى المنعم نعم كذلك بمعنى واحد وبذلها فيما يحب وبذلها فيما يحب الله سبحانه وتعالى وهو التصدق منها وإعطاء المحتاجين منها نعم قال العلامة ابن القيم رحمه الله أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها هذه أركان الشكر وهي فمن لم يعرف النعمة الأول معرفة النعمة وأنها نعمة من الله لا بكده ولا بكسبه نعم ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها وهو الله بل نسب ذلك إلى غيره وأن فلانا هو المتفضل عليه بهذا المال نعم ومن عرف النعمة والمنعم Yeti ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها نعم من لم يعرف النعمة وأنها من الله وينسبها إلى الله فقد كفر بها نعم وَمَنْ عَرَفَ النِّعْمَةِ وَالْمُنْعِمَ بِهَا وَأَقَرَّ بِهَا وَلَمْ يَجْحَدْهَا وَلَكِنْ لَمْ يَخْضَعْ لَهُ وَلَمْ يُحِبَّهُ وَيَرْضَ بِهِ وَعَنْهُ لَمْ يَشْكُرْهُ أَيْضَا نعم هذا كلام ابن القيم رحمه الله لازم من الأمور الثلاثة حتى يتحقق الشكر معرفة النعمة ومعرفة المنعم بها ووضعها في موابعها وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَرَفَ الْمُنْعِمَ بِهَا وَأَقَرَّ بِهَا وَخَضَعَ لِلْمُنْعِمِ بِهَا وَأَحَبَّهُ وَأَضِيَّ بِهِ وَعَنْهُ وَاسْتَعْمَلَهَا فِي مَحَابِّهِ وَطَاعَتِهِ فَهَذَا هُوَ الشَّاكِرُ لَهَا نعم من اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة معرفة النعمة ومعرفة المنعم بها صرفها في طاعة الله هذا يركان الشكر نعم فلا بد في الشكر من علم القلب والله قد أثنى على نبيه نوح عليه السلام قال ذرية من هملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا نعم فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له نعم قوله قدرني الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم نعم لأنهم يكرهون الأقرع والاختلاط به خوفا من أن يعديهم هنا قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى هذا فقه الباب من عادة المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه يذكر فقه الباب وذلك بذكر ما يستفاد منه من المسائل العلمية نعم الأولى تفسير الآية ولين أدقناه رحمة منا نعم أعطيناه يعني الثانية ما معنى ليقولن هذا لي يعني يجحد نعمة الله عليه بها الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي يجحد أن الله هو الذي أعطاه إياها وإنما هي بكده وكسبه وعلمه وخبرته نعم الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة نعم من العبر العظيمة الثلاثة العبر الثلاثة التي التي فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض أصحاب المزارع يعني يعطيها هذه النخل يعطيها سماد ويكرمه بالماء فيأتي الثمر جيد والآخر لا يعطيه فيقول لي أني أعطيت هذا السماد والماء أصبح الثمر جيدا وهذا ليس كذلك فهل هذا يدخل في الباب أو لا يدخل لا يدخل بالباب يعني هذا الرد إلى الأسباب هذا السبب يعني نعم ما يعتبر داخل نعم ما في شك أن النخلها التي تعطي السماد وتروى بالماء و يخفف عنها الحمل أنها تنتج نعم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين